اشتركوا في القناة الى طريقة لعب غير مألوفة لم يجربها من قبل في مبارياته التجربية وهي 3-4-3 والتي بدت غريبة على منتخب العراق اكد رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم عبدالخالق مسعود ان المنتخب العراقي قدم مباراة كبيرة امام فيتنام مشيرا الى ان المدرب كاتانيتش تمكن من تصحيح الاخطاء ليخطف اسود الرافدين النقاط الثلاثة من منتخب عنيد واضاف مسعود لم تكن المباراة سهلة خصوصا وان منتخبنا تأخر مرتين وعاد الى المباراة ومن ثم خطف نتيجتها بهدف ثالث ابدى السلوفيني كاتانيتش مدرب المنتخب الوطني العراقي سعادته بالفوز على فيتنام في افتتاح مباريات الفريق بكأس اسيا والمكاسب التي تحققت من المباراة رغم الفوز بصعوبة واضاف كاتانيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة كما قلت قبل المباراة بانني اتوقع مباراة صعبة وان المنتخب الفيتنامي سريع ويتميز بمستويات جيدة وهو ما حدث لكن المهم اننا حصلنا على ثلاث نقاط تصدر هدف الفوز الجميل الذي سجله الظهير الايسر لمنتخبنا الوطني علي عدنان في مرمى فيتنام قبل نهاية المباراة المشهد ضمن منافسات كأس اسيا حيث لعب الكرة باحترافية عالية من فوق حائط الصد وفي توقيت صعب ليمنح منتخبنا انتصارا مهما في بداية مشواره بالبطولة القارية قال مهاجم منتخب العراق مهند علي ميمي ان الفريق حقق الاهم في مباراته الاولى امام فيتنام رغم صعوبة اللقاء وتابع ميمي المهم اسعدنا جماهيرا التي سندتنا في المباراة وكذلك من تابع اللقاء عبر الشاشات وسيناريو المواجهة كان معقدا بعض الشيء لكننا حققنا الفوز قال لاعب المنتخب الوطني العراقي بشار رسن ان التأخر في الشوط الاول امام فيتنام يرجع الى التكتيك الجديد الذي سار عليه المدرب السلوفيني كاتانيتش ونجح منتخب العراق في قلب الطاولة امام فيتنام والانتصار في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة كأس اسيا واشار رسن الى ان لاعبي المنتخب العراقي لم يستوعب التكتيك الجديد الذي لجأ له المدرب في بداية الامر وبالتالي حدثت بعض الاخطاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة